موسيقى موسيقى أنبئ إلى قضية وهي أن بعض الناس يتعمد إضحاك المصليين بعض الناس خاصة في البيت أو في دوانية أو في عزبة أو في مكان يجتمعون فيه فيقوم أشخاص يصلون أو شخص يصلي ثم يرمي عليه الطرف أو النكت أو الكلام المضحك حتى يفسد صلاته يضحك هو في الصلاة هذا الرجل على خطر هذا يعتبر لعب بدين الله واستهزاء بدين الله ولذلك هذا الرجل المتسبب يضحك المصلي على خطر أن تعمد ذلك وقصد ذلك على أن يتوب إلى الله وأن يستغفر الله لأنه تسبب بإبطال عبادة دخل فيها الإنسان قائلا الله أكبر فعلى الناس أن يتقوا الله أن يفصلوا بين الجد والمزح يفصلوا بين الأشياء كونك تمزح في مجلس في دوانية يعني مقبول لكن أنك في الصلاة تذهب وتضحك هذا المصلي لأنت على خطر تحتاج إلى أن تتوب إلى الله عز وجل وتترك مثل هذا الأمر ترجمة نانسي قنقر